السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو قانون الطاقة الحركية بس قبل كده جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللاكات ولو فيه تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم المحتويات اللي نتكلم عنها النهاردة واحد الطاقة الحركية اتنين مفهوم الطاقة الحركية وقانونها تلاتة استخدامات الطاقة الحركية النقطة الاولى الطاقة الحركية يعتبر مفهوم الطاقة واشكالها ومصادرها من اهم المفاهيم الفيزيائية التي لها تطبيقات كثيرة في مجالات الفيزياء التطبيقية والمصارعات النووية وفي مجال التكنولوجيا والتطبيقات الهندسية وغيرها من المجالات العديدة حيث اتمد عدد كبير من الدول على تحولات الطاقة لاستخدمها في المجالات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة اشكال كثيرة تتحول من شكل الى اخر حسب الظروف المتوفرة والاداه المستخدمة لاستهلاك او توليد الطاقة ومن اشهر انواع الطاقة التي نتعامل معها بشكل دائم على وهي الطاقة الحركية ومن خلال هذا الفيديو سوف نتعرف على مفهوم الطاقة الحركية ونسكر قانونها ونوضح اهم استخدامات الطاقة الحركية النقطة التانية مفهوم الطاقة الحركية وقانونها عندما تتعرض مناطق مختلفة في العالم للرياح واعاصير قوية فان هذه الاعاصير والرياح المتحركة تمتلك كمية كبيرة من الطاقة التي تؤدي الى تدمير عدد كبير من الاماكن السكنية والمنشاءات الزراعية وعندما تتدفق المياه من الشلالات المرتفعة او عندما يحدث فيضانات في بعض الاماكن فان هذه المياه تمتلك طاقة كبيرة تستطيع من خلالها سحب وقلب عدد كبير من السيارات الكبيرة بالاضافة الى السفن العملاقة وتنتج هذه الطاقة بفعل حركة الاجسام المختلفة وتسمى هذه الطاقة بالطاقة الحركية وتقاس بوحدة الجول وقد جاء العلماء من خلال التجارب والعلاقات الرياضية بان الطاقة الحركية تسوي نصف في كتلة الجسم في مربع سرعة الجسم النقطة التالتة والاخيرة استخدامات الطاقة الحركية تستخدم الطاقة الحركية في مجالات كثيرة اهمها في مجال توليد الطاقة الكهربائية النظيفة حيث تتجه انظار العلماء الى ايجاد وسائل بديلة لانتاج الطاقة الكهربائية النظيفة البعيدة عن استخدام الفحم الحجري والبترول فقامت عدد كبير من الدول لاشهرها الدول الاسكندنافية بوضع عدد كبير من الطواحين والمراوح الهوائية الكبيرة التي تكون بإداكة طاقة كهربائية عند تحركها بفعل الرياح كما قامت دول كثيرة ببناء السدود العملاقة والتي يتم إنتاج الطاقة كهربائية فيها باستخدام التوربينات المائية الموجودة أسفل السد حيث عندما يتطفق الماء داخل التوربينات يؤدي إلى تحريك المولد الذي بداخله وبالتالي إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة يا ريت بنتنسوش لدعمونا بالاشتراك في القناة وطفقية زر الجرس واللاقيقات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته